بنجيب البامية وبننظفها بنقطعها بنجيب ماء مغلة ماء السخن وبنوضع البامية في الماء عند اول غلوة تقريبا تاخد دقيقة اول غلوة كما انتم شايفين نرفع البامية ونضحها في الماء البارد ماء يكون تلج نضحها بالماء البارد عندما نشعر انه بردت نضحها على اقماش على فوق اقماش مضيفة تكون نتخلص من المية الزايدة بعد ما نتخلص من المية الزايدة نضحها في عبوات بلاستيك ونضحها بالفريز وهي ممكن تصمد لمدة سنة بالفريز الفريز اللي هو المجمد بأمان الله اشتركوا بالقناة شكرا لكم مع السلامة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة